اشتركوا في القناة بمن بجنين هو المحسن او المحسن هل اسقط ام لا الجواب اعزائي خلوا ذهنكم يامي الجواب في كتب اهل الشيعة كتب علماء الشيعة هناك روايات معتبرة على بعض الاقوال تقول نعم اسقط بامر من عمر التفتول جيد وبعض يقول بابا عندنا روايات ولكنها روايات ما هي شنو ضعيفة السلام عندنا رواية مو ما عندنا رواية ولكن هاي الرواية الصحيحة عنده او ضعيفة ضعيفة السلام الرواية وين اعزائي الرواية موجودة ببحار الانوار مجلد 43 صفحة 170 الرواية ان قل لك يا التفتوا اعزائي وان كان هذه ابحاث تخصصية ولكن يقينا في بعض الاعزاء من اهل العلم موجودين مثقفين موجودين يفهمون الرواية عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال قبضت فاطمة عليها السلام في جماد الاخرة يوم الثلاثة لثلاث خلون منه سنة 11 من الهجرة وكان سبب وفاتها ان قنف ذن مولى عمر لكزها بنعل السيف بامره فاسقطت محسنة هاي الرواية ماذا موجودة اي في كتاب دلائل الامامة لمن قولوا معي لمن للطبري مولانا مو الطبري السني احنا عدنا فالطبري سني وعدنا فالطبري شيعي هذا كتاب دلائل الامامة ما للطبري فبعض الاحيان الاعزاء اللي على الفضائيات ما يعرفون اكو طبريين فيتصورون شما اجئ طبري مراد طبري ماذا صاحب التفسير والتاريخ فلهذا يشكل عليهم الاخرين يقول بابا شوفوا هذول ميعفون الكتب ولا يعرفوا علماءهم هذا الطبري الشيعي مو الطبري ماذا السني قال فاسقطت محسنة ومرضت من ذلك مرضا شديدا سؤال هاي الرواية صحيحة لو ضعيفة شو تقولوا الجواب تفتلي هاي في الرواية اكو شخص اسم ابن سنان مو ابن سنان هذا مالكربلا مولان لا 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 هذا ابن سنان من تلامذة الامة سلام الله عليه ومن اصحابه احنا عدنا ثنيا ابن سنان اعزائي واحد اسمه محمد ابن سنان واحد اسمه عبد الله ابن سنان عبد الله ابن سنان ثقة بلا اشكال فاذا كان هذا عبد الله ابن سنان فالرواية شنو صحيح اما اذا كان هذا محمد ابن سنان فالرواية شنو الرواية ضعيف التفتل وش نسويح ولهذا جملة ممن قال لا يوجد عندنا دليل صحيح على انه اسقطت قالوا لا توجد رواية تقول له هذا ابن سنان يقول لا هذا ما معلوم عبد الله ابن سنان هذا منه هذا محمد والسيد الخوئي ضعف محمد ابن سنان انطيني هذا الكتاب الكبير هذا هذا عزائي المفيد في معجم رجال الحديث معجم رجال الحديث المن سيد الخوئي هناك يقول التفتوا رقم الترجمة عشرة آلاف وتسعمية وتسواطاش قال هو من اصحاب فلان وفلان متعارض فيه التوثيق والتضعيف فلا دليل على وثاقته اذا ثقل وضعيف فاذا في الرواية محمد ابن سنان فالرواية ش تصير ولكن تقول سيدنا انت تقول رأيك لا تخليها مثل الشيخ المفيد شنو ها تحشينا مولانا بالمناورات تحشي هاي اذا اذا لا 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 رأيك قوله الجواب الرواية عندنا صحيحة لانه احنا معتقدين هم محمد ابن سنان ثقة هم عبد الله منه ابن سنان ثقة فمن كان فهو ماذا فالرواية ما هي صحيحة خلص تاتقى بعد واضح للأعزاء رأيي واضح للمسألة جيد اشتركوا في القناة